بسم الله اهلا وسهلا في فصل جديد يا رب ربنا يكتب التوفيق للجميع ويكون فصل بسيط وسهل على كل الطلاب بسم الله هنكمل نعتبر الفصل دوت في اربع وحدات اول وحدة تعتبر من بقايا الفصل الاول ولسه بنتكلم على الموجات كنا تكلمنا عن الضوء الفصل ده هنتكلم على الصوت وبعد الصوت هندخل بقى في موضوع تاني خالص اللي هو الكهرباء طيب خلينا في اول وحدة اللي هي بتتكلم عن الصوت زي ما كنا تكلمنا عن الضوء قبل كده وفهمنا كل حاجة فيه عايزين برضو نفهم الصوت ازاي احنا بنسمع الاصوات مختلفة ليه بسمع صوت الكلب غير صوت القطة غير صوت بابا غير صوت ماما ايه اللي بيفرق في الاصوات وازاي احنا بندرك الاصوات دي طيب في الاول كده اي صوت بينشأ عن جسم بيهتز يعني لو تليفونك دلوقتي رن فانت بتسمع الرن ازاي التليفون بيبقى فيه زي كرس رقيق كده لما بيهتز او لما بيجي لك حد بيتصل بيك بيبدأ يتبعت اشارات فيبدأ يتهز فوق وتحت زي الطابلة كده فايه اللي بيحصل عايزين نتخيل مع بعض ان جسيمات الهوى اللي احنا مش شايفينها دي عبارة عن كرات كتير عمالة تتحرك بعشوائية لما يبدأ القرص ده يتحرك فهيبدأ يضغط جزيقات الهوى ديت لفوق وبعد كده لما ينزل لتحت فيبدأ يعمل تخلخلات في جزيقات الهوى وتبدأ المناطق اللي ضغطها كبير وضغطها قليل ديت تقعد تنتشر لغاية لما توصل ودنك فتسمع الاهتزازات ديات ومخك يترجمها لأصوات فأول حاجة كده عايزين نتفق كلنا ان اي صوت بينشأ هو نتيجة لاهتزاز اجسام فقدت لتغير ضغط جزيقات الهوى بشكل معين وبعد كده بتدخل لمستقبلات الصوت زي ودني وبترجمها للدماغ هناخد كل مرحلة من ديت لوحدها ونفهمها بتفاصيلها طيب احنا في الحالة العادية في حالة السكون بيكون ضغط الهوى طبيعي او متوسط احنا زي ما قولنا قبل كده الترمي اللي فات او السنة اللي فاتت ان الهوى بيضغط علينا احنا كاشخاص بضغط معين بيطبق علينا كوة على وحدة مساحات من جسمنا في بيعمل علينا ضغط طب احنا ليه مش حاسين بالضرب دوت لان احنا جوانا سوائل وغازات برضو بنفس الضغط وبالتالي الجلد بتاعنا متساوت ضغط عليه من ناحيتين فمش بنحس بحاجة فهل الجسيمات اللي في الهوى دي بتضغط على كل الحاجات اللي حوالينا اه بضغط اسمه ايه اسمه الضغط الجوي فخلينا عارفين المعلومة دي على جنب كده طيب فجزيقات الهوى في الشكل العادي في حالة السكون من غير اي صوت زي قبل ما اتنام كده وقفلت الدنيا كلها والدنيا هصة خالص بتبقى جزيقات الهوى مستقر عادي وبتتحرك بضغط متوسط ايه اللي بيبدأ يحصل لما مثلا جرس هيبدأ يرن تعال نشوف التغير في ضغط الهوى وازاي احنا بندرك الصوت ده فزاي ما احنا شايفين ده ده هشرح من الملخص هتلاقوه في جروب التيلجرام تحت الفيديو فحالة السكون بيكون ضغط الهوى المحيط بينا متوسط يعني ايه يعني سرعة ارتداد الجزيقات ديت عن جسمنا وعن المكتب وعن الموبايل وعن كل حاجة بتبقى متوسطة بعد ما تصطدم بيها فده كده خط الاتزان او هنمثله بزومبورك لسه عملناش فيه اي تضغط او اي حاجة طيب هنبدأ ناخد سكرين شوتات كده يعني احنا لو عندنا جرس وبدأ يتحرك لليمين ويرجع مكانه ويرجع الشمال ويرجع مكانه هناخد سكرين شوت اللقطات دي كلها ونشوف ضغط جزيقات الهوى بيحصل له ايه طيب الجرس لما يبدأ يتحرك لليمين فبيعمل ليه الجزيقات اللي كانت موجودة هنا بالزبط هيبدأ يكربسهم جنب بعض يعني هيزود ضغطهم هيعمل لي منطقة هنا ضغطها عالي فبنقول لما بيهتز اي مصدر زي الجرس مثلا بيهتز الخلف والامام فبتصطدم حفة الجرس بجزيقات الهوى فهتدفعها الامام فهترتد عن الجرس بسرعة اكبر فهيكون منطقة ضغطة اعلى من المتوسط نفس حركة الجرس دي هي لما بتزق الزنبرك القدام فبتبدأ تعمل ايه تضغط الجزيقات بتاعته وزي الشكر النانة دي الشكر النانة دي هي ان انت لما بتخبطها بتفضل تهتز للداخل والخارج بسرعة جدا فهناخد برضو سكرين شوت وهي بتخبط للخارج فعملت ايه الجزيقات اللي كانت هنا ضغطها ارتفع بدل ما كان متوسط بدأ ضغطها يرتفع وهنمثل برضو ضغط الجزيقات بالمنحنة الجايبة ده بدل ما كان ضغط الجزيقات هنا متوسط بدأ الحركة فخلت ضغطها يرتفع عند النقطة دي بعد كده هيبدأ انا زقيت الزنبركي كده وببدأ ارجعه وارجعه الوراء فهناخد سكرين شوت لما بدأ يرجع لنفس الحالة العادية بتاعته فبدأ الموجة اللي انا اطلقتها في الاول دي هتفضل ماشية ومنتقلة ملهاش دعوة بحاجة ولما بدأ ارجع الجرس او ارجع الزنبرك او الشكر ان انا ترجع لمكانها فهنشوف اللي هي في الحالة التالتة ديت الجزء دوت رجع طبيعي زي قبل كده والضغط رجع طبيعي لما الشوكة رجعت للاتزان عادي وضغط النقطة رجع طبيعي لما رجع الاتزان عادي طيب اللقطة اللي بعدها انا ببدأ ايدي ترجع يعني هبدأ اباعد ما بين الضغط بتاع الزنبرك او اللفات بتاعت الزنبرك والشوكة لما تبدأ ترجع فتخيل الجرس ده لما كان في جسيمات هنا كده لما الجرس ده هيبدأ يرجع هنا الجسيمات دي بدل ما هي كانت محصورة في مكان معين بدأ يتحلها مكان تاني فهتبدأ تفسح عن نفسها كده ويبدأ ضغطها يقل فبنقول ان ضغط الهواء او ضغط الجسيمات اللي في الهواء او ضغط الزنبرك بيبدأ يقل فبيبدأ فيه مناطق فيه ضغطها مرتفع ومناطق ضغطها منخفض وهكذا ونبدأ نكرر الحركة تاني نروح يمين فنعمل ضغط نرجع للاتزان فيرجع عادي نعمل تخالخه الفضغط يقل وهكذا تفضل رايحة جاية فكل الامثلة دي هي عبارة عن الصوت اللي احنا بنعمله اي جسم بيهتز بيقعد يعمل تغيرات في الضغط التغيرات في الضغط دي بتقعد تنتقل في الهواء لغاية لما توصل للأذن او اي مراكب صوتي وبيترجم التغيرات دي لأصوات فنستنتج من ده كله ان الموجة الصوتية تعرفها ايه هي انتقال تزبزبات نتج عن ايه التزبزبات دي تغيرات في الضغط عبر المادة فعشان كده بنسمي دايما الموجات الصوتية باسم تاني اللي هو موجات ضغط هي عبارة عن ضغط منخفض وضغط مرتفع وعمال كل جسيمات تنقلها اللي جنبها في الهواء تنقلها وبينتشر في كل مكان طيب الموجات الصوتية دي زي ما كنا قلنا في نهاية الترم اللي فات ان هي موجات طولية يعني زي الزنبرج اللي هو بيبقى فيه تضغطات وتخلخلات فليه موجات طولية لان الجسيمات بتهتز فيها في اتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجات فبنسميها موجات طولية وبتتكون من مناطق زي الضغط مرتفع ومناطق زي الضغط منخفض وتشبه الموجات المتكونة في الزنبرج الى حد كبير طب ايه هو تعريف تردد الموجة الصوتية زي اي تردد هو عدد الزبزبات اللي بتحصل في الثانية او عدد تغيرات في الضغط اللي بتحصل في الثانية طب ايه هو طول الموجة الصوتية احنا قلنا في الترم اللي فات ان الطول الموجي لاي موجة ليه تعريف عام هو المسافة ما بين نقطتين ليهم نفس الطور أو في الموجات الطولية كنا بنعرفوا أنه المسافة ما بين مركزي تضاغطين متتالين يعني ده تضاغط وده ده ضاغط يبقى المسافة ما بينهم هو ده الطول الموجي أو المسافة ما بين تخلخلين متتالين يبقى ده طول الموجي فنخلي بالنا من التعبير ده أنه ده معناه الطول الموجي طيب طالما هنفضل نتكلم على خصائص موجات الصوت فلازم نعرف إيه اللي بيميزها فبنقول أن سرعة موجات الصوت بتعتمد على نوع الوسط فدية زي ما كنا قلنا قبل كده برضو في الضوء أن سرعة الموجة بتعتمد على نوع الوسط ونخلي بالنا قوي من نقطة دي طيب مش بس كده بنقول أن سرعة الصوت في الهوى مش ثابتة إزاي؟ دي بتختلف باختلاف درجات الحرارة فاكرين لما قلنا أن بارتفاع درجة الحرارة بتقلي كسفت الهوى فكأن الصوت بينتقل من وسط للتاني فسرعته هتتغير فالعلماء ما سابوهاش مفتوحة كده قاموا جايبينها بالظبط فقالوا كل ارتفاع في درجة الحرارة 1 سليزيس بيقابلوا ارتفاع في السرعة مقداره 6 من 10 متر على الثانية فلما قاسوا سرعة الصوت في الهوى عن درجة حرارة 0 سليزيس كانت 331 متر على الثانية فعشان كده لو احنا عايزين نجيب سرعة الصوت في الهوى عند درجة حرارة معينة بنستخدم القانون 331 اللي هي سرعة الصوت عن درجة حرارة 0 زائد 6 من 10 لكل زيادة 1 درجة مقوية في الحرارة فاشوف لو انا عايز السرعة عن درجة حرارة 20 فهضرب 20 في 6 من 10 واجمع عليها 331 طيب هنلاحظ في الجدول دوت احنا طالما قولنا ان سرعة الصوت بتعتمد على الوسط يبقى لازم العلم اجربوا وهم عملوا جدول بسرعة الصوت في كل وسط فهنلاحظ من الجدول ده ان سرعة الصوت في الهوى عند زير سليزيس بتلتمية وثلاثين طيب سرعة الصوت في الهوى عند 20 سليزيس لو احنا ضربنا 20 في 6 من 10 فهتطلع بتساوي 12 12 وثلتمية وثلاثين هيتطلع بتلتمية وثلاثة واربعين ففعلا القانون ده صح ومعلومة لو في المسائل ما ذكر ليش درجة الحرارة بتاعة الهوى ولا ذكر سرعة الصوت بتاعة الهوى باعتبر ان احنا شغالين في الظروف العادية اللي هي عند 20 سليزيس اللي هي سرعة الصوت بتساوي 343 لو ما قال ليش ولا سرعة ولا حرارة وميدين ان الوسط هوى يبقى باستخدم ان سرعة الصوت بتلتمية وثلاثة واربعين دي محفوظة طيب ألاحظ ايه تاني من الجدول بلاحظ ان كل لما المادة بقت سائلة او صلبة يعني كل لما الكسافة بتجبر كل لما سرعة الصوت بيحصل فيها ايه بالزبط بتجبر يبقى بنلاحظ ان سرعة الصوت في المواد الصلبة اكبر منها في السائلة اكبر منها في الغازات عشان كده زمان كانوا مثلا لو في حد قريبهم جاي من سفر بالقطر فرايحين بقى يستنوه زي ما بيستنوه في المطار كده فمش عارفين بقى القطر جاي امتى فتلاقي ناس تقوم عاملة ايه يقوموا منزلين ودنهم على السكة الحديد اش معنى لان بيعرف اسرع هل في قطر جاي قريب ولا لا هو قدامه حلين يا اما يسمع صوت القطر في الهوى يا اما هيسمع صوت القطر على السكة الحديد فالسكة الحديد دي حاجة صلبة فالصوت بينتشر فيها اسرع زائد كمان ان الصوت بيبقى متركز فيها عن الهوى الهوى الصوت بينتشر في كل حتة فبيتشتت طيب هل لو احنا طلعنا على الفضاء في مركبة فضائية لو انا اتكلمت هتسمعوني اكيد لا كل الكلام اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي انه هو بيحصل تغيرات في ضغط الوسط فالوسط بينقل التغيرات في الضغط ديت من المصدر للشخص اللي هيسمع طب لو ما فيش وسط زي الفراغ اللي موجود في الفضاء يبقى هنقعد نتكلم وكأننا فيلم من غير صوت فلا ينتقل الصوت في الفراغ لعدم وجود جزيئات تتصادم وتنقل الموجات ديت طيب موجات الصوت بينطبق عليها برضو القانون العام للموجات اللي هو الفي بتساوي لندف اف الطول الموجي في التردد وبينطبق عليها الخصائص العامة للموجات زي الانعكاس والانكسار والتداخل زي ما كان حصل في الضوء بيحصل برضو في الصوت طب في الصوت لما بينعكس بيحصل ظاهرة اسمها الصدى ايه هو الصدى؟ هو تكرار سماع الصوت الاصلي نتيجة انعكاسه يعني زي لو انت وقفت في بيت مهجور كده او وقفت في الصحرة وقدامك جبل وصرخت بأعلى صوتك بعد ثانيتين هتسمع صوتك تاني ايه اللي حصل؟ الصوت انتشر خبط في الجبل ورجع تاني طيب خلي بالك في مسائل صدى الصوت لو انت عايز تحسب بنستخدم الخاصية ديت بتاعت صدى الصوت في كذا حاجة ان احنا بنحسب المسافة ما بين مصدر الصوت والجسم ازاي؟ مش احنا عارفين ان السرعة بتساوي مسافة على زمن وسرعة الصوت في الهوى دايما معروفة فهتلاقي في مسائل صدى الصوت مش مديك حاجة غير الزمن اللي الصوت راح ورجع فيه هيقولك مثلا شخص واقف على بعد من جبل وسرخ وسمع صوته بعد ثانيتين احسب بعد الجبل بس كده؟ اه لان هو معتمد ان انت عارف ان سرعة الصوت في الهوى بتلتمية تلاتة واربعين ومديك الزمن اللي الصوت راح فيه ورجع طب وانا عايز انهي مسافة عايز المسافة اللي هو راح فيها بس فمعنى كده ان السانيتين مش فيهم ضاعف المسافة اللي انا عايزها فعشان كده بنستخدم القانون ده وديه هنا هي المسافة ما بين مصدر الصوت والجسم او تقولي طالما انا عايز مسافة اللي رايح بس فهقسم الزمن على اتنين وهتبقى الديه عادي هقولك هي هي لو قسمت الزمن على اتنين مقام المقام بسط فهنوصل لنفس القانون فهتستخدم الزمن اللي هو ميدولك في المسألة او اتعوض على طول هيطلع لك المسافة على طول اللي انت عايزها طب بنستخدمها في حاجة تانية اه نفس الطريقة بتستخدمها السفن بيبقى فيه جهاز فيه اسمه السنار بيطلع موجات صوتية عشان يعرف عمق البحر على بعد قدية عشان ما يحصلش زي تايتانيك كده ونلاقي نفسنا خبطنا في صخرة او جليد والمركب تتخرم فايه اللي بيحصل بيبعث موجات صوتية ويبدأ لما الموجات دي تخبط في حاجة فتبدأ ترجع تاني ويستقبلها ويعمل لها معالجة فيحسب المسافة ما بينه وما بين القاعة قد ايه وكمان بتستخدم في كاميرات المرأبة والخفافيش الخفافيش مش بتشوف ومال بتعرف قدامها جسم او فريسة او حيطة ازاي بنفس الطريقة دي بتبعت موجات وبعد كده تستقبلها تاني طيب ومن الخصائص التانية بتاعت الموجات اللي بتحصل برضو للصوت هي الانكسار يعني انكسار يعني الصوت لما يعدي من وسط لوسط تاني فنفس اللي كنا بنقوله في الضوء وبنركز عليه تاني وتالت وحطين تحتها خط عشان ما ننسهاش لما الصوت ينتقل بين وسطين ايه الخصائص بتاعت الصوت اللي بتتغير وايه الخصائص اللي لا تعتمد على الوسط فبنقول الخصائص اللي بتعتمد على الوسط اللي لسه إلنها فوق السرعة والطولي الموجي واللي ما بيتغيرش لو لو الصوت انتقل من وسط للتاني التردد والزمن الدوري يبقى التردد سابت والصوت بيتغير وبالتالت طول الموجي برضو بيتغير عشان التردد يفضل سابت والزمن الدوري هو مقلوب التردد طالما التردد سابت يبقى الزمن الدوري سابت برضا فنخلي بالنا من النقطة دي طيب التداخل فاكرين لما كانت شرحنا التداخل في الترمي اللي فات برضو الصوت بيحصل له تداخل وقلنا لما يبقى فيه مثلا مكتين عاملين كده لما هيتدخلوا مع بعض هينتج موجة عاملة ازاي هينتج موجة عاملة كده وبنسمي الحتة دي عقدة اللي هي اقل ازاحة او ما تحركتش اصلا فموجات الصوت برضو لما ابتدى داخل بينتج عنها مناطق اسمها مناطق الخفوت واضح من اسمها ان بيكون عندها الصوت اقل ما يمكن او ضعيف جدا اللي هي بتبقى عند العقد حلو جدا فدلوقتي عرفنا رحلة الصوت من اول لما الشخص يتكلم ويبدأ يتنقل في الهوى طب احنا لما بنتكلم ايه اللي بيتحرك انت لما تقف قدام زميلك وزميلك يتكلم انت بتسمع الصوت ليه هو ايه اللي تهزي دلوقتي لان الحنجرة بتاعته عبارة او الاحبال الصوتية الهوى بيطلع فبيهز الاحبال دي فهزات الاحبال دي بتبدأ تتنقل للهوى وتغيرات الضغط بتبدأ تتنقل لغاية ودنك فتسمع الصوت الدرس المرة الجاية في تكملت الدرس ده هنعرف ازاي بنفرق ما بين الاسوات وبعضها طيب اخر حاجة في الدرس النهاردة ازاي احنا بنسمع الاسوات او ازاي مثلا عملنا مايكروفون اللي بيبدأ يكتشف وجود تغيرات في الضغط او بمعنى اصح وجود صوت ويبدأ يحولوا البيانات فتبدأ الناس تسمعون فبنقول مراقبات الصوت او الكشف عن موجات الضغط قلنا موجات الضغط هو اسم التاني لموجات الصوت فمراقبات الصوت هي اجهزة او حاجات بتحول الطاقة الصوتية هو في حاجة اسمها طاقة صوتية او مش احنا قلنا ان فيه جسم بيهتز فبيحرك جسيمات الوسط فالطاقة الحركية لجسيمات الوسط الناتجة عن تغيرات الضغط ديت بيحولها ياخدها ويحولها الاشكال اخرى من الطاقة زي ايه زي المايكروفون اللي انا بتكلم فيه ايه اللي بيحصل بيحول طاقة الصوت اللي هو لما الاحبال الصوتية اهتزت فهزت الجزيئات الوسط فهو بدأ يستقبل التغيرات فيه طاقة جزيئات الوسط دي ويحولها لطاقة كهربية عن طريق ايه كرس رقيق بيهتز كرس رقيق اول لما يوصل له موجات ضغط بيبدأ يتهز اول لما يحصل تخلخلات يبدأ يهدى فبيهتز استجابة لموجات الصوت ويبدأ يبعث اشارات كهربية لكل موجات ضغط فيبدأ يترجمها لصوت طب ايه الحاجة التانية اللي سبحان الله مخلوقين بيها وفيها اعجاز كبير جدا زي ما كنا تكلمنا في العين برضو فهي الازن ازاي احنا بنسمع الاصوات طيب وليكن انا واقف هنا بتكلم فعمل اطلع موجات ضغط وبغير في ضغط الهوى فبدأت توصلك اول حاجة بتخش عليها هي القناة السامعية ده كده الصالون بتاع الودن بعد كده بتخش على غشاء طبلي او طبلة الودن هي طبلة فعلا احنا لما بنيجي نطبل على حاجة فلما بتخبط عليها جامد بتتهز جامد لما بتخبط عليها بالراحة بتهز بالراحة فهي بتستجيب لتغيرات الضغط في الهوى وتبدأ تهتز شبهها بالزبط وكل الفكرة هنا بتنقل تغيرات الضغط دية لسائل جوه هنا عن طريق 3 عضمات في الازن الوسطى يعني عاملين زي التروس كده هو في موجات ضغط هنا انا عايز انقلها في الاخر للمخ هنا فهتمر بعملية معقدة ايه بقى العملية دي التغيرات في الضغط دي تهز طبلة الازن طبلة الازن متركب عليها عضمة اتنين تلاتة تلات عضمات دول اسمهم عضمات الازن الوسطى متركة سندان ركاب فلما الطبلة تبدأ تهتز تبدأ العضمات تهتز اهتز وتنقل الاهتزاز ده لالكوقعة كوقعة حلازونية اللي هي دي لو احنا عملنا زوم ان جوة الكوقعة دي هنلاقي سائل وتحتيه شعيرات طب ايه اللي بيحصل لما العظمات دية تبدأ تهتز استجابة لاحتزاز الطابلة استجابة لاحتزاز الموجات الضغط استجابة لاحتزاز احبال صوتي فيبدأ يحصل موجات في السائل اللي جهة القوقعة فتبدأ الشعيرات اللي تحت السائل تتحرك فتبدأ تنشط خلايا عصبية موجودة في الجزر بتاعها فالخلايا العصبية تبدأ تبعث اشارات كهربية عن طريق العصب السمعي للمخ والمخ يترجم الاشارات الكهربية دية لصوت سبحان الله وزي ما قلنا في العين ان في جواها خلايا بتستشعر الضوء الخافت وخلايا بتستشعر الضوء الساطع هنا برضو القوقعة دية في جواها خلايا بتستشعر الاصوات الضخمة وخلايا تانية بتستشعر الاصوات الخفيفة وهكذا فبتنتقل موجات اول حاجة قناسة معية بعد كده للطابلة بعد كده للأزن الوسطى اللي بتنقلها للقوقعة والقوقعة دي جواها سائل وتحتي شعيرات الشعيرات دي بتلتقط التغيرات في الضغط دي وتبدأ تنشط خلايا عصبية الخلايا العصبية دي تبعت اشارات كهربية للمخ اللي بيولد الاحساس بالصوت يارب يكون كل شيء مفهوم كده لغاية النهاردة والمرة الجاية هنكمل بقية الدرس واشوفكم على خير شكرا